تبنت دولة المصرية العديدة من المشاريع التنموية في سيناء لزيادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الامن القومي للبلاد وبدأت خطة التنمية في سيناء مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد والذي وضع خطة لتطهير هذه البقعة الغالية من الإرهاب لجعلها قبلة جديدة للمشروعات والاستثمار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة